السلام عليكم في الدرس سأقوم بـ lisp.net core out-of-process hosting بعد أن تحدثنا على In Process وحتى على Out-of-process سأحاول أن ندخل قليلا في الدرس كيف نخدمه بـ Out-of-process hosting مزيلا سأقوم بعمل من الممكن أن نقوم بعمل في الفيديو سوديو ندخل قليلا وصل لدينا الـ السابقة الـ Worker Server سأقوم بعمل نعم وضع الـ الـ Process Name الـ السابقة وضع سأقوم بعمل على Out-of-process الأساس كما كما الـ .net core بطبيعة الحال ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp سوف نقوم بغض جمع على الكسرل سيرفر بطبيعة الحال الذي يخدم على .net.exe الذي يعطينا هذا السيرفر سوف نقوم بكابي سوف نقوم بالنسبة للنافج سوف نقوم بإمارة ونرى الفرق سوف نأتي هنا سوف أعطون الport number وهو أعطوني employee management حسنا القبل أن الكسرل سيرفر أكثر من أجانب سوف نقوم ببعض سوف نقوم بذلك وإنما اليهان سوف نقوم بالموقع في مستقنة في مستقنة سوف نقوم ببعض والتقانب فإننا تسمى و الخاصة بكثير ترى الكليون يمكنكم إجراء صفحت الانترنت نعم ب olvم إجراء الى إجراء الهدوان Officer Hypertext Transfer Protocol وهذا يسمى command بالطبع من الانترنت يوجد كثيرا من الانترنت قديم الى .NET.exe وهذا هو IllBR لكنه يمكننا أن نختار سفر يمكننا أن نستعمل هل يمكنك إخوصي الـ Reverse Proxy Server Reverse Proxy Server هو الانتقى الديار لديه مثل يوجد رأيك من الـ Client أو يوجد مقابل ويمكنك إخوصي عن الـ 2S أو NGNX أو Apache أعاد ترد على المقابل ويمكنك إخوصي عن الـ Quaster server أعاد إخوصي هنا لذلك أكبر أن تتعامل لتعامل الـ Server لذلك لماذا تتعامل لتعامل الـ Server؟ لأنني قدمت له الأن عن الرجيل المرأة a project file جريم قبل أن نفعل ihn process وذلك الممرأة a process in نعم لا يوجد رفورات ال re Alliance لا يوجد رفورات ال وهي سيرجزة مع القناة كانت المنشئة ولكن متخصف على هذه التغمية نأتي وعمل الرفورات ال OVER Proxy ونصفت HTTP لدوزيس واحد من دوزيس ندوز الكيسر السيرفر معلية غير نجي نقول له هنا Out of Out of Process سمارش؟ دونك Out of Process دونك هنا غنستعمل الأرشي تكشورتين يا بطبيعة الحال لأنني غنز على Reverse Proxy شكونا هو Reverse Proxy بنسبة لنا هنا هو دوزيس بطبيعة الحال دونك غنزين دير فور إكزامبل نشوفه نفس الغزو في النابيجاتور دونك نعطي الأرور بطبيعة الحال دونك نشوفه الأرور في الـ Output دونك دي واحد الأرور الأرور يعني بللي أنني بغيت دونك بغيت ندير واحد Out of Process بيان سيغل لكيسر السيرفر ما لاحتموا معي بللي أن Employee Management.exe Already Run أو Already Exist لأن السيرفر ديالي مازال خدام لاحتموا معي مازال خدام باش نعرف مازال خدام نقدر ندير فور إكزامبل غير ريفرش هوا ريفرش يعني أنني سايفت واحد الـ Request للسيرفر دونك هذا نكتبني بللي أنه مازال خدام باش ناريت تيك ندير ctrl-c ctrl-c هذا ما يقوم بللي أنني قمت بلليه شاتدام مازال باشي لأنني سنقوم بلليه out of process يعني سنخدم على الـ كسر السيرفر على وغير يأخذ ليه الـ Instance Name و الـ Project Name لكي لكي نعرف فيزول سوديو أعطاني هذا السيرفر لكي لا يمكنني ليه إكزام ويمكنني أن يقوم بلليه لأنه مراني بطبيعة الحال دونكذا ما نقوم بلليه ctrl-a-5 كيف تلاحظون معي؟ لا يوجد شيء مشكل سنقوم بلليه Employee Management سنقوم بلليه سنقوم بلليه بلليه الـ Reverse Proxy الـ 2S سنقوم بلليه بلليه من اللي نعمل على الـ End Process يعني نعمل على W3WP.exe أو 2S Express.exe بلليه يكون سنقوم بلليه يعني يكون سيرفر واحد بطبيعة الحال ما يكون لتعاليه بطبيعة الحال لأنه يتعلق الـ Resolution بلليه بطبيعة ما يكون بالتعاليه بلليه الـ Process name هو .Net .exe لأنه نعمل على Case Server ونعمل على الـ ونعمل على مدينة ونعمل على مدينة ونعمل على مدينة سيرفر بطبيعة الحال بلليه أو للمة أو هلما من الى درس نتلقى في درجة